من أقوى مظاهر الانهيار ما تابعتوه أمس واليوم في العاصر وفي ضواحي العاصر كثيرين منكم بالتأكيد تابعوا ما جرى خلينا نشوفوا اللي ما تابعوش خلينا نعطوهم أو على الأقل نشوفوا جزء مما حدث ما بين من؟ ما بين القوات العسكرية ممثلة في الدرك هذه المرة قوات مسلحة وقدماء الجيش اللي هما كانوا قوات مسلحة ما بين اللي راهم الآن جاتهم أوامر من عند الجنيرالات باش يقمعوا لي كانوا زملائهم لي كانوا قبلهم كانوا سابقيهم منظر بائس ولكنه مخيف أيضا هنا القضية لا تتعلق بعقود ما قبل التشغيل لا دياس لا تتعلق باللونساج متظاهري لا تتعلق بدكاتيرا مساكين قرأوا 15 سنة 20 سنة 10 سنين بعد البكالوريا وبعضهم ما زل لا 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 يجد الخبز لا 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 تتعلق بذلك هنا نتكلم على قدماء الجيش وهذا قدماء الجيش تقدر تحسبهم من تسعينات واروح طالع كاين في هذا القدماء حتى 2015 يعني يدخل في 2015 طردوه في 2020 مثلا ضلما وأدوانا فتجده هناك وكاين اللي كانوا معاهم في تسعينات أو استخدموهم في تسعينات ما كانوا مش معاهم كلمة كبيرة كلمة كانوا معاهم استخدموهم يعني عبارة ربما هذا خلينا نشوفوا جزء مما حدث ثم نعلق على الموضوع هنا فراهم من جهة بقرة يقطعوا في الجبال هذي باش يوصلوا للعاصمة هذه الجبال خلفية للعاصمة من ناحية الشرق لماذا؟ لأنهم كانوا كانت الطرقات شرق غرب كل الطرق اللي كانت تؤدي للعاصمة كانت فيها باراجات كحلة أساساً تعد درك أساساً لكن ما كانوا شبرك الدرك كانوا كاين البوليسية البياري أيضاً في بعض المواقع إلى آخر لكن كانت أساساً تعد درك وهناك ما نذكر لي قال لي كانت هناك قوات خاصة على المخابرات لكن كانوا لابسين تونيت كومبا لتشبه تونيت كومبا تع درك بغض النظر كلهم قوات مسلحة إذن فهؤلاء مروا من هناك هاو فيديو آخر هنا بدأوا يضربوا فيهم يعني اليوم أراكم كما ترون كما ترون وكما تشاهدون المجتمع المدنيي المجتمع الجزائري فليتفضل فليتفضل مشكور ويتفرج يتفرج هاي وراء حماية الوطن يطالبون بحقوقهم شوفوا اليوم شوفوا 올itung شوف دولة الجزائرية مع من تتعامل مع أبنائها طلب الرجال مع أبنائها خيرة رجال الوطن خيرة رجال الوطن حماة الوطن اليوم احنا جينا سلميين للعاصمة جايين جايين نذكروا رئيس الجمهورية بالوعود جايين نذكروا رئيس الجمهورية او قلت اببون المزور بعبارة عدق لكن مساكين مازالوا يستعملوا في ألفاظ هكذا تعتهدي آي الاخير رئيس الجمهورية نذكروه بالوعود تعباتنا وانتا أماكن أخرى ونوعدهم نتمنى على المساعدة يعود يبعث لي خاصة مقطع تعباتنا يعني اللي وعدهم فيها لكن هناك مقطع آخر أيضا هنا داخلين من بعض الطرق قبل ما يتحولوا إلى الجبال هذه كانت أماكن قبل ما يتحولوا إلى الجبال أمام ملوان أمام ملوان أمام ملوان هو قبل العاصمة ربما قبل دخول العاصمة لا رأي ذكرتي جيدة طبعا كنت نمر عليه المكان هذا دائما هو في حدود عشرة ممكن 15 كم قبل الدخول إلى العاصمة بالذات ربما قبل الدخول إلى هل تسمعوا في أزيز اليكوبتر المسكين مرعوب الذي كان يصور ويضرب فيه بلاكريموجان وياليته كلاكريموجان عادي قديم ولماذا العصابات هذه تستخدم خاصة لقديم لأنه عندما يصبح قديم يصبح مضر جداً يصبح سام هو أصلاً سام هذا الغاز لكن اللي خادمينه استخدموا هنا غاز أمريكي هذا اللي خادمينه بطريقة الحال دائل له شروط كيفاش يحافظوا عليه وكيفاش وما لازم يستخدمه بعد ثلاث سنين من صناعته إلى آخره وهذون يستخدمون غاز قديم بمعنى أن الضرر يكون مؤكد عن الناس واللي ما يتضررش الآن يتضرر فيما بعد كان اللي حتى يصاب ربما على المدى البعيد يصاب في عينيه يصاب في ودنيه يصاب بأي شيء لأن هذه سموم فكانت إذن من فوق ضربهم ما اكتفعوش أنهم جابوا لهم القوات الخاصة تعد درك وهناك من ذكر لي ممن كان حاضرين قال لي أيضا يعرفوا بعض الناس منهم قوات خاصة تعد مخابرات يعني تعد الجيش واستخدموا الهليكوبترز استخدموا الهليكوبترز عدة هليكوبترز كانوا يضربوا فيهم من السماع أيضا من الجو يعني طبعا هذا موضوعنا اتكلمت فيها أكثر من مرة وفيه جدال أصلا خاصة لنا فيه انقسام بين الجزائرين حول هذا الموضوع رح نتكلم على نحاول أيضا أن نكون قادر الإنكان مختصر لأننا عنا موضع كثير الحديث في الحقيقة وخاصة نتكلمت هذا الموضوع الصورة الأولى اللي توصل للخارج بطاية الحال الجزائرين ما شافوش هذا لا في قناواتهم لا قاعدين يشوفوا في الجنية خنشلة قناوات كانت يتحدث عن الجنية خنشلة وكانت المستشارة الرئيس كان يتحدث على بلرج وما جاء بعد بلرج وبعدين جابوا لهم على أساس أنهم حكموا واحدة للجيها ومن يشعر بـ 25 واحد و330 مليار تعد ذهب إلى آخره كلها في إطار قدر الإمكان أن هذا الموضوع ما يكون فعلي ولو لما تعرفوش تعرفو مش ما يعرفوش لكن يحاولوا وكانا ما يعرفوش ولذلك مثلاً كي يغلقوا مثلاً قناة 22 لأنها كانت بالتأكيد ستتحدث عن الموضوع هذا وبما أنها قناة تليفزيونية قد تصل إلى أصناف من الناس ربما إحنا لا نصل إليهم مثلاً فكانوا يريدون أن هذا الموضوع مكاش ما فيش ولا قناة فضائية خارجية واحدة تكلمت عن الموضوع في جرية تكلمت عن الموضوع لا في الداخل لا في الخارج في الخارج يشترونهم بمال شعب الجزائري وبمصالح شعب الجزائري في الداخل يدفعوا لهم دراهيمات وهي أصلاً هذه القنوات أصبحت تابعة لديرس أساساً المباشر ولا غير المباشر شوفوا برق قناة النهار ولما أنشأوا هالو في 2008 أو 2009 هذا الرمس جنينو الآن طبعاً الحال يعني هو كان مناجر ولما خرج على شروط المناجمينت حطوه في الحبس وهما رغم يسيروا في قناة النهار اللي ره يتقدس في تبون اللي المفروض هو اللي حط هذا أنيس رحماني في الحبس المفروض أنها قناته لا مش قناته كان موظفاً فيها بصفة أنها يملكها يعني قناة النهار هذه اللي يعرف المقر انتح جاية في قلب أين يسكن كبار الجنيرالات قرب حي 26 فيلا متاع الجنيرالات وقرب أحياء أخرى رح نتكلم عليها المرة القادمة كما وعدتكم إن شاء الله في الأيام القادمة ربما في خلال عشرة أيام أو بالخريطة أو بالتفاصيل نعود ونرجع للموضوع هذا إذن ما فيش تعتيم إعلامي رهيب اللهم إلا بعض المواقع على التواصل الاجتماعي سواء اليوتيوب أو الفيسبوك أو تويتر أو إلى آخر وقليلة حتى قليلة قليلة لسببين قليلة لسبب كاين الناس كثير بالنسبة لي ما يعتبروش هذا المهم همش وأيضا كاين المزعجين ويعتبر أن هذا قدماء الجيش كانوا مع النظام إلى آخر إلى آخر وكاين بعض القنوات هي تعليل العصابات أصلا وبعض الأذناء وبعض الذباب وبعض هذو اللي مرة تلقوا عليهم ثورة مضادة ومتابعين لناصر الجن فأصلا ما يتكلموش على موضوع مثل هذا وإذا تكلموا عليه تكلموا عليه من ناحية ما تريد العصابة أن تقول يعني اللي تحدث على الموضوع قلة قليلة قناتنا يعني هنا اللي هي بأسمي ومساعد بذل مجهود كبير وكان لازم نساعده ونقف أيضا وننشر شخصيا يعني انشرت كثير من الأشياء إلى آخره لأنني أنا في هذا الموضوع بالذات قبل ما نوصل الآن وين هذا رح نتعاود نناقش واحد النقطة كنت ناقشتها ولكن أنا أتوقع أنه مش كان الناس يسمعوني في كل الوقت فبعض الناس كتبوا لي وقالوا لي خلوا نشوفي لأنه عندي إحدى الرسائل نقرها لكم باش تسمعوا وأيضا باش هكذا نعبروا دايما على كل الأراء قدر من نستطيع يعني الأراء اللي شوفوها كاللي يكتبوا لي تلام عليكم أستاذ كيف لك أن تتكلم على من كانوا سبب في خرابنا وقفوا في الصف الأول لحماية النظام الجمهوري كم أفزعوا وقتلوا ونهبوا الأبرياء وتعدوا على الأعراض والله هذا منكر منك هذا منكر منك كتوب يطلب هذا الأخ يكتب لي أسمو عبد الرزاق باش ما ننحطش الأسم كاملا فقط هو عبد الرزاق وحاط لقاب انتو ومشح نذكره بطبيعة الحال يقول لي توب عليك أن تتوب رك تدافع ليهم وأخرين أخرين أيضا كانوا يكتبوا تعليقات كأن هذا ربما كأن منزع كان منزعج أكثر مما يجب وأنا طبعا أتفهم أتفهم الكائن وهذه لازم بيال تقود أمام الجيش لازم يحلو هذا الإشكال يحلوه ويوصل للناس هناك رأي وهو نسبة معتبرة من الجزائريين يحمل قدماء الجيش مسؤولية ما حدث في 90 خلينا نفصل هذا الموضوع بسرعة كائن في 90 ترى قدماء الجيش نعم كائنين وبعضهم حتى خرج يتباه واحد منهم رح رفع صورة واحد مقطع رأسه وجاب صورة وقدمها وهو نفس الشخص رح على أساس ينتخب يقول لهم راني ننتخب ضد فلان يقصدني نعم بالاسم بعثوها لأنا ذاك في 2019 باش ما وروح جيبنا النيتو يقول النيتو رح جابولك شين قريحا ورح فتح الأجواء باش تعرف تخلف الذهن اللي عندهم هذا الأصناف مثل هذا الشخص هذا يضر بقضية قدمها الجيش لكن للإنصاف قدمها الجيش تعد تسعينات ما همش على خط واحد وعلى موقف واحد فيهم اللي يعتبر ما قام به أنه كان من أجل الجزائر والجمهورية والدفاع الوطن وكان يظن ذلك الآن تأكد أن هذا ليس صحيح والدليل رح يأكل في العصاء وبعضهم يمشي بعكاز وبعضهم عندهم مرض السكر وكثير منهم مرض القلب ويذهبوا ويبعثوا لهم ويجاء دارمية ومش أول مرة عندهم كثير من عشر سنوات هؤلاء هم يعتذرون فهؤلاء كثير منهم كتبوا لي وحتى يعتذروا وقال لي سمحنا والله كنا نظن فيكم شر وكنا نظن إلى آخره لكن طضح أنكم توقفوا معنا وهما يضربوا فينا اللي كنا نخدموا فيهم اللي هما ولوا جنيرالات على كتافنا نعم ولوا جنيرالات على كتافكم كثير من كاين بعضهم اللي كانوا كمون كابيتاني جنيرالات وجنيرال ماجور وعد ولوا بسحاب الفيلات التعليب يسير المهم كاين لا لمازال يظن أنه دافع على الجزائر هذا ليس صحيح هو كون دافعت على الوطن والجزائر يضربوك تضربك الجزائر اللي دافعت عليها تشكرك تمدحك تعطيك ميداليات تعطيك أجر باش تعيش مليح ما تعيش ممرمد مش لمرة تطلق وتروح كان كثير اللي تطلق ونساهم أو تعيش في ميزيريا كحلى الأولاد لا يعيش في ميزيريا كحلى ويشوف بل أنت ما تسوي شي إلى آخر إلى آخر فإذا هنا المآلات النتيجة تثبت لكم أنكم لم تدافع على الجزائر هل الجنرات استخدموكم داروا لكم لفاج السيرفو بروباغاندا رأيكم تحاربوا في الإرهاب الإسلامي مش عارف إلى آخره ودافعوا الجزائر إلى ثم تبين مدني مزرق وأشباه مع مدني مزرق عينوا شخصية وطنية كاش واحد منكم أنتم ملكتوا قدما الجيش وظنيتوا أنكم دافعتوا على الجزائر كاش واحد منكم شخصية بلدية بلدية يعني كاش واحد حطاتوا البلدية قالت هذي شخصية البلدية هاي كاش إذا واذا كنت كنت عصى في أيديه ولذلك قل لنا لماذا يفكرها قلوا توب إلى الله وراجع نفسك شوفوا رهي وصلت كتشوف بارك البارك كيف ضربوك إذا كنت مع الناس اللي ضربوهم أو تشوف صحاب كيف ضربوهم هذا واحد يثبت لك قيمتك عند هذا الجنير إستخدموك كعصى منكم من مات من من أصيب من من عطب مع طوبين عداد هائلة من من فقد عقل من 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 انتحر من من مرافل الآخر وقليل لره سالم حتى يمشي على رجليه كثير من هم مصابين بأمراض نفسية إذن راجعوا نفسكم يا إخواننا لا تبقى شادين مع زو لو طارت لا أنتم لم تكونوا لا في سبيل الله ولا ولا في سبيل الوطن ولا في سبيل البلاد ولا في سبيل الشعب آل جنرالات قالوا لكم في سبيل الجمهورية وفي سبيل الجزال وكذبوا عليكم كما تعودوا إنهم يكذبون أكثر مما يتلفزون الآن نرجعو للآخرين خطر شي ثاني تحط كل قدم الجيش في قفة أنهم تسعينات وشاركوا في التسعينات مش صح هؤلاء اللي رهم الآن فيهم ما يسمى بالاستباق أي هذو ديزابلي اللي يشدوهم هذو ديزابلي إداهم للعسكر وشهدوا يزدادوا ستشهر يزدادوا تسع شهر يزدادوا عام وما اعترفوش بحقوق فيهم المشطوبين وهؤلاء المشطوبين كانوا في التسعينات وكانوا ما بعد تسعينات تخلق في الالفين شطبوا في الالفين وعشرة والله في الالفين وسبعة تخلق في الالفين وثنعش شطبوا في الالفين وعش وستعش وغالبا المشطوبين غالبا كانوا فيهم نوع من الرجولة لكن الآن الجيش يجب أن لا تكون فيك ولا ذرة للرجولة يجب أن تكون خاضعا راكعا تبوس الرومجيرس يقول تبوس الرومجيرس تبوس الرومجيرس وما تركلامي اي واحد يركلامي اي واحد فيه شوية تعيير إكلامي على حق وكذا في النهاية يشتبوه المصيبة أنهم يشتبوهم بدون أدنى حق تخيلوا أنه كان يشتغلوا معهم 15 سنة 15 ومن بعد يشتبوه تخل مولا 20 خرج مولا 35 وطبعا خاصة في 90 النهار في الجبال تساوي شهر في الكازيرنا وشهر الكازيرنا يساوي عام في CV يعني رعب رعب هؤلاء الناس كثير منهم أصيبوا مساكين لأنهم فقدوا عقولهم بالمناسبة هذا الشاطب يشتغلوا عشرات آلاف عشرات آلاف مشتوبية نريد أن ندخلهم مثال كيف يعيش هذا الناس أعطوه نصف الأجر أعطوه ثلاثة أربعة على الأجر أعطوه عقوبة معينة لكن لا تستطيع أن تجعوه لا تستطيع أن تجعوه لا تستطيع لا تستطيع الخبز أو الحليب هذا إذلال عظيم لناس كانوا في الجيش في تسعينات وبعد تسعينات هذا إذلال ليس له غير مقبول العدو التعف لا تجعوه إلى تحفي يدك أو التل يتحكم فيه داخل السجون الناس لا يجعوه على أخير في البلدان المحترمة في البلدان يجعو الأحرار الخاصة إذن رغم كان المشطوبين هذون وكما قلت المشطوبين كان يبعد الألفين ما عندوش علاقة بتسعينات فما نبقى وش نقوله قاع بتسعينات أنتم محقين الغاضبين لأن بعض الوجوه التي تزعمت وظهرت وتحركت باسم باسم مش عارف للمساعد بعتلي واحد منهم هذا اللي كان يتكلم عن الانتخابات ولا لا مش حاب نذكر اسمه أصلا لكن ممكن فوقتوا الفيديو بتاعه بعض الوجوه يخرج يقول لك إيه لو كان يعاودوا يقولونا نجو نضربوا الحرك نضربوه هذا بتعوية الحال الناس تغضب منكم يقول لك إيه درنا تسعينات ولو كان تتعاود نعاودوها لا عصابات خدمت بيه الأمر الثالث هل تريدون هذه العصابات رحت تنهار في لحظة معينة هل تريدون أن هؤلاء قدماء الجيش يكونون مع الشعب ومع الدولة المدنية ولا تستخدمون العصابات ضدكم وضدنا وضد الشعب عندما يلقاوا شعب يقبلهم ويناصرهم لأنهم مظلومين ليس لأنهم كانوا ظالمين لأنهم كانوا ظالمين نحن ضدهم ولكن لأنه الآن مظلوم كثيرين منهم يرجعوا نفسهم وما يعاودوش يستخدمونهم كعاصة لهما لن يرام الآن في الخدمة لأنك لازم تنظر أيضا ببعض استراتيجي بعيد المدى بحيث أن الإيران في الخدمة لا يعاودوش يستخدمونهم ويضربوا بهم الشعب لأن هذا العصابات هذا ما تعرف جيشنا أصبح لقهرنا وليس للدفاع للبلاد يستخدمونه لقهر الشعب فأنت لازم تفكر مليح وإذا كنت ربما لا تصل إلى هذا المعنى في التفكير فأنا وضعي لا يسمح ليش أني نكون هاك ذاك بركا لازم ننظر من كافة الاتجاهات ننظر واشي يفيد البلاد على المدى المتوسط البعيد إضافة إلى أن هؤلاء مظلمين محقوري مقهوري أنا أعرف بعضهم ويتواصلون معي لا يجدون ما يأكلون كيف والله يمكن نكون أعداء عدائي ما نقدرش نجوعون ونقتلوا بالجوع فهؤلاء ربما يدافعوا على الظلم الذي لحق بهم أما بعض الأسماء اللي فيهم بعض العاناوين القادرة وتنسب لهم فهؤلاء إخواننا هؤلاء قدما الجيش يجب أن يقول هؤلاء يقولهم بتعدوا عننا راكم تحطموا في صورتنا أمام الشهر لأن هؤلاء كانوا يقولوا هكذاك يتقربون من الجنيرالات يقول الجنيرالات ما يتعاملوش معك خليني نقرأ لكم رسالة بعد هذه قبل قليل أحد أحرار الجيش شوف شو يقول في في رده على الموضوع شوفوا ما يقول لي أو في تعليقه تعليق على السلام عليكم مستاذ حياك الله يقول لي كذا كذا هذا نجاوزها لأن هذا موضوع يتعلق بأمر خاص وبعدين يقول لي لدي ملاحظة حول المتقاعدين يعني قصد قدم الجيش يبدو أنهم لم ولن يتعلموا من أخطائهم وأكبر خطأ هو الانكسار والانبطاح للنظام ظنن منهم أن الجنرالات سيرحمونهم وهذا غير صحيح هذا عسكري لا يتكلم عسكري النظرية الصحيحة هي من يخيف الآخر المتقاعدين أو الجنرالات لقد قلتها من قبل يقصد هو نفسه قال هالي هذا الكلام أي أن هل المتقاعدين يخيفون الجنرالات فيخضع الجنرالات ويعطوهم حقوقهم أم أن الجنرالات ينتهو بإخافة المتقاعدين وضربهم وتكسيرهم وتمريرهم للقضاء وسجنهم وإلى آخره عندما نرى الطائرات الحربية تحلق فوقهم نعلم حجم الخوف الذي ينتاب الجنرالات ينتابهم يقصد الجنرالات إذن لا بد من دخول العاصمة ولا اعتصام السلم أمام زر الدفاع أخونا هذا في حديث معاه مطول أيضا ناقش معي نقلت له أن العاصمة هي هو قال لي نعم العاصمة مهمة جدا لكن قال لي وزارة الدفاع بالذات وزارة الدفاع بالذات إذا حاصروها خاصة أن تقع في مركز حيوي جدا قرب فندق لوراسي الشهير وتطل على جزء كبير من العاصمة كما تعرفوا هي فوق باب جديد يعني في مكان عالي إلى حد ما ثم بعدها جي سكالة وجي لبيار وجي الاتجاه طريق مهم جدا في اتجاه أين يسكن القماقم هذا المجرمين كثيرين منهم إلى آخر إلى آخر فهو يركز على وزارة الدفاع قال لي حسار وزارة الدفاع سيدفع بهذا العصابة إلى قلق شديد حقيقي عموما قد أعودنا إلى هذا الموضوع وأقترح أشياء أخرى ربما في لايبات أخرى لكن باش نختصر اليوم ورهم اليوم المتقاعدين للأسف فشلوا بعضهم رهم القوا عليه القبضة في المعتقلات الآن معتقلينهم عند الدرك أو عند البياري بعضهم رهم حطوه في السجن بعضهم فوتوهم على القضاء ودروا لهم أحكام أو رح تصدر أحكام عليهم غدوة من الغدوة بعد غدوة الجنيرات يريدون أن يقدموهم كمثال باش ميزيش عاودوا يرعبوهم البعض الآخر عاودوا رجعوا لمدنهم والخيبة تملأ النفوس والغضب يملأ النفوس والحصرة تملأ النفوس والحيرة تملأ النفوس والتساؤلات تملأ النفوس ألم نكن خاصة أنت على تسعينات ألم نكن ألم تكونوا معنا ضباط ألم نكن نقاتل وكنا نظن أن من أجل الجزائر الصحة أصبحت من أجل الجنيرالات أنتم تعيشون في الفيلات بالبسينات ولديكم الشركات ولديكم السيارات ولديكم الأموال ولديكم الطائرات ولديكم كل محنة وأبنائكم في أعلى المراتب والمناصب وأكثرهم لا يستحقها ونحن أبناؤنا يجوعون وبناتنا تجوع ونساؤنا تجوع لا نجد نبين نشتري الدواء يعودون إلى تشورهم لأن الأغلبية يسكننا هنا إن شاء الله تعود في اليوتيوب رأى فيه رهيب ورهيب جدا على كل مواقع عموما إذن لازم إخوانا داخل أنا مش أنا كنقول لازم هذا رأيي ثم في نهاية المطاف قراركم تتخذوه لكن أول شي نحو هذاك الضابط الكبير الكوموندو هذاك هاو كنت بعثوا لي وتقولوا لي رأى وتلاقى حاكيم أنت على المخابرات وانتو ما تعرفوش كون حاكيم هذا وتكلمنا عليه المرليفات اللي ما يعرفوش تكلمنا عليه المرليفات والمعلومات من عندكم يعني من عند البعض منكم فيكم في اختراقات دائما العصابات هذه تدير لك مندسين هاو دخل حركة رشاد ودارونا مندسين وكيفة الحمد لله في حدود ضيقة جدا وهذه خدمتها هي أنا تدير لك المندس تدير لك الفيريس تدير لك اللي يكسر تدير لك هذه خدمتهم مش خدمتهم يخدموا الشعب ويخدموا الوطن خدمتهم يحافظوا على الإصابات التي تحكم لأنهم هم متمتحين بالأموال الجنرالات هم الذين يأمرون وهذا حاكيم جندي الآن رح هو ملياردير جندي تخل جندي الآن رح ملياردير كان ذبح في كتائب الموت تعلي بيريروج اللي قلت رانيكاش نهار نحكي عليها بالتفاصيل إذن رح بيناتكم ورح عندكم اللي مخترقين هذا القدماء الجيش اللي عندكم فيه شك يقولوا رح لدارك خلاص احنا ما خلونا احنا نشتغل واشتغلوا ب استعينوا على قضاء حوائجكم بالسري والكتمان كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بذكاء اسمعوا لمن عندهم خبرة في معركة هذا النضام والعاصمة ثم العاصمة ثم العاصمة دائما بطرق سلمية لعنفية البعض منهم اكتب لي قل لي والله نغير السلاح معهم واحنا رح مدربين السلاح وكثيرين اللي يضربون احنا اللي يدربناهم اياكم اياكم والسلاح اياكم راح من بعد يسحقوكم بالدبابات بالهليكوبتر بالبوارج الحربية بوارج الحربية ضربت في جيجل وبجاية وكانت بوارج حربية جزائرية تقصب في الجبل الجزائرية بالطائرات الميك اياكم ما يرعب هذه العصابات هو السلمية المتحدية مش اي سلمية المتحدية ثابتة ثابتة قادرة على الثبات اما السلاح فهو اكسيجين هذه العصابات وانتم بعضكم يعرفهم جيدا راح نرجع لهذا الموضوع في المستقبل وانا مرة اخرى اذ ادافع على المظلومين في خدماء الجيش فانا لا ادافع بل انا اندد بشدة على الذين ما زالوا يعتقدون انهم دافعوا الجزائر لان هذا خطأ وهجب ان يعترفوا بذلك اذا لم يعترفوا به علن اعترف به بينك بين نفسك او مع زملائك او على الاقل تروح الرب وانت تيب لمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانا الله لا يمكن مخدعته كما تعرفون وهو يعرف ما كان وما لم يكن كيف كان سيكون لو كان فانا انصح اخواني السلمية الثبات ما نرتكب منكم جرائم او كوارث التسعينات يتوب عليها ويقتنع تماما اننا امام عصابات وليس جنرالات انما مجرمين وهكم تشوفوا شرام داروا فيكم وهو بعض منكم ايضا ما جريح راجتني عدة صور ربما نشرر بعض منها غدا او بعد غد راح نتوقف هنا في هذا الموضوع ولكن ان شاء الله ساعود له ساعود له لان المبدأ اللي عندي واللي نعيش منه اني ندافع ونعيش به في المطلق وهو الذي يغذيني فهو مثل الاكل لي هو اني ادافع على المظلومين بغض النظر عن منهم وماذا كانوا وكيف كانوا عندما تكون مظلوم امامي سأدافع عنك ماضيك سانظر فيه في مرحبا او بكون عندي موقف منه وانا عندي موقف معروف من التسعينات التسعينات وباعتراف الجنرال محمد تواتي ذاته لم يكن هناك ارهاب قبل توقيف المصار الانتخابي كما سمه اي قبل انقلاب 11 يناير هذه وهذه تكفي لتعرف من بدأ العنف ومن ضخم العنف ومن فبرك العنف هذا العين في انها كانت هناك جماعات نسبت نفسها الى الاسلام والاسلام في الغالب منها بريء في الغالب وظنت انها كانت تدافع عن حق لحتين بعض ما كانش عندهم خيار البعض منهم لم يكن له خيار اللي مهربش من الحي قتلوه في شافر اصحابه قتلهم واصعاد للجبل كثيرين اللي تكلموا معي قالوا الله ما كان عندنا خيار وبعضهم قالك لا دافعنا على حقنا عموما قبل بارك ما نروح كنت نشوف في صورة عن الموضوع هذا الداخلي كنت نشوف في صورة آلمتني كثيرا وقلت هذه وحدها في الحقيقة او قبل ما نروح خلينا نشوف تبون كل الأزمات وكل مشاكلها مطروحة معطوبي الجيش متقادي الجيش بالنسبة للشرطة بالنسبة لعاودوا استدعاهم الخدمة الوطنية المينة فرع عندي سوف نعلق خليكم التعليق ليكم علقوا كما تحبوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة